موسيقى النشاة المغربية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل يجري الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لونات مقران زيارة إلى النيجر ابتداء من الخميس بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن الزيارة تأتي بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون ضمن المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قز الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر يجنب البلاد والمنطقة برمتها المزيد من المخاطر المصدر ذاته ذكر أن الأمين العام للخارجية الجزائرية سيجري سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في النيجر هذا واتفقت الجزائر ونيجيريا على استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي في النيجر بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف ونظيره النجيري يوسف مايتما توغار اتفق على مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قادم الأيام بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة المصدر ذاته ذكر أن الطرفين أجريا مشاورات مطولة تمحورت حول الأزمة في النيجر وتطوراتها وأفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها بشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها بمستهل كلمة هذه أن أذكر بأن زيارتي إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية تأتي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية وتندرج في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين الجزائر ونيجيريا لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا وفي خذم التهديدات التي تحدق بدول وشعوب جوارنا المشترك ومن الطبيعي أن تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة وللمشاورات التي جمعتني بزميلي وزير خارجية نيجيريا الشقيقة السيد يوسف ميتما توغر بالنظر لما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا والجزائر وفي هذا الإطار تم الاتفاق بصفة خاصة على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل بلدين لا سيما المبادرات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري السيد بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وذلك بهدف تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي والمسار السلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر هذا وثمن المدير التنفيذي لاتحاد علماء إفريقيا عمر بامبا دور الجزائر في تسوية الأزمة في النيجر عبر القنوات السلمية بامبا وفي تصريحات أدل بها في برنامج نبض العالم عبر قناة الجزائر الدولية وصف الوساطة الجزائرية بالهمة والوازنة نعتبر سلسلة زيارات رئيس الدبلوماسية الجزائرية وزير الخارجية بحل الوسيط ومناسب لإيجاد حل دبلوماسي حيث أن الوساطة الجزائرية لها قواها خاصة موقف الجزائر من الدول المجاورة وخاصة مع هذه الدول الأقواس منطقة الساهل بصفة عامة فالجزائر بعدما بادرت بهذه الزيارات قد أنتجت سمارها ورأينا أن الرئيس الأسبق الموفد الرسمي لمجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا رئيس نيجيريا السابق أبوكر إشماعيل قد قابله بها فاوة وقد تحدث عن مسارات أو جهود السابقة التي قام بها الرئيس الأسبق مع بعض العلماء من نيجيريا وخاصة مع أمير سوكوتو الذي كان لها حل مناسب وتوافق مع حل الجزائر والتي تسعى جزائر دوما من أجل بلورت تلك الجهود من إيجاد حل للأزمة في شأن آخر أدانت جبهة البوليساريو محاولات الاحتلال المغربي ثوريط شركات أجنبية للأستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية البوليساريو في بيان صادر عن ممثل الجبهة المكلفة بأوروبا والمؤسسات الأوروبية منصور عمر وصفت مساعي الاحتلال المغربي لتوطين الشركات الأجنبية في الأراضي الصحراوية بالمحاولات المبتذلة والسافرة ضمن حرب استعمارية خاسرة مسبقا ضد الشعب الصحراوي إن هذا العمل لا يخرج إطلاقا عن إطار محاولات مبتذلة وسافرة في حرب استعمارية خاسرة مسبقا ضد الشعب الصحراوي الذي لا يسعى إلا لتحقيق حقه من خلال تطبيق واحترام مقتضيات القانون الدولية التي تعترف له بهذا الحق جبهة البوليساريو تدين محاولات المغرب توريط شركات أجنبية للاستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية إن هذا الاستثمار مصيره الفشل مثله مثل اتفاقيات الصيد والزراع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هذا الاستثمار لن يجني لهذه الشركات سوى فقدان استثماراتها والمخاطرة بحياة عمالها وقطع الطريق أمام أي استثمارات مستقبلية واعدة لها مع الجمهورية الصحراوية بعد الحل النهائي للقضية هذا وكان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي قد شارك في أشغال الجلسة الافتتاحية لقمة بريكس المنعقدة بجنوب إفريقيا بدعوة رسمية من دول البريكس لقادة القارة الإفريقية وقالت وكالة الأنباء الصحراوية إن مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة بريكس بالغة الأهمية كونها تأتي في ظل مواصلة شعب الصحراوي لكفاحه التحريرية على جميع المستويات لفرض احترام سيادته على كامل ترابه الوطني وتشكل القمة فرصة لحشد المزيد من الدعم والمساندة للقضية الصحراوية وفق تعبير الوكالة الصحراوية في شأن الليبي جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامهم القوي بما أسمه عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية الليبية وبتسيير من الأمم المتحدة أعضاء المجلس شددوا في بيان صحفي على ضرورة تعجيل عملية سياسية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة وتكثيف الأطراف الليبية كافة جهودها لاستكمال مصاري إجراء الانتخابات عقب الإحاطة التي قدمها رئيس بعثات الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مجلس الأمن جدد أعضاء المجلس التزامهم بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وبلكية الليبيين وتحت إشراف الأمم المتحدة مستندة على التقدم المحرز في المفاوضات ومعالجة قضايا الحكم في البلاد عبر الانتخابات بيان صحفي لأعضاء المجلس نشير على صفحة أخبار الأمم المتحدة في فيسبوك حظها على تعجيل بعملية سياسية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة وتكثيف كافة الأطراف الليبية جهودها لاستكمال مصاري إجراء الانتخابات يدعم المجلس المساعي الحميدة لتعزيز العملية السياسية الجامعة بناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتقدم المحرز في مفاوضات لجنة 6 زائد 6 الهدف إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق ولتوفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات دعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب كافة القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا يدعو المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بيان أعضاء مجلس الأمن الدولي شدد على أهمية مصالحة جامعة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة ورحب بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق العملية بدعم من الاتحاد الإفريقي يمكن ليبيا من تجاوز كافة الخلافات وإجراء انتخابات تخرج البلاد نهائيا من أزمتها نهاية النشرة المغاربية إلى اللقاء اشتركوا في القناة